مرحبا مواليد برش الشوزاء معكم كارمي شماس كيف بود يكون الأسبوع من الثانين واحد وعشرين للاحد سبع عشرين نوفمبر تشرين التاني شوفي عنا في هذا الأسبوع معظم هذا الأسبوع يقع تحت أثيرات الشمس من برش القوس ومش بس في عنا الشمس برش القوس في عنا الأمر برش القوس عنا فينس برش القوس عنا عطارد برش القوس عنا أمر جديد برش القوس كل هلذ الأمور يمكن بتعاكسكن وبتسبب لكم شوية انتباه أكثر يمكن توتر أكثر أو واقفين على عصابكم أكثر أو قاعدين على عصابكم أكثر لذلك هو بداية تغييرات بالنسبة للكم فبكتونوا متبهين كيف قد يكون هذا الأسبوع عن الأحوال الفلكية تانين واحد وعشرين نوفمبر تشرين التاني قد يكون من أفضل أيام هذا الأسبوع لأنه الأمر موجود ببرش هواقي صديق للكم برش الميزان وباقي ببرش الميزان حتى سبعة وثلث المساء توقيت بيروت الشمس بعد ما صارد من موقع معاكس للكم ففينا نقول أنه التانين قد يكون من ألطف الأيام تأثيرا عليكم وحتى لأنه الأمر موجود ببرش هواقي يمكن يكون الأكثر حظا لحقوا حالكم هيدي نصيحة مني للكم طبعا فيها ما تتم فيها تتم لكنهم يوم جيد جدا التالتة الشمس بتصير ببرش القوس فحضروا حالكم بتبلش المعاكسات ابتداء من ساعة عشر وثلث صباحا لكن الأمر صار موجود ببرش العقرب الأربعة الأمر ببرش العقرب يعني في عنا التالتة والأربعة الأمر ببرش العقرب يلي هو بالنسبة للكم برش لبقسة به لكن في شغل كتير بين الأمر والشمس بين الأمر ببيت الشغل والشمس ببيت المعاكسة حضروا حالكم لفترة طويلة من يومين متقلبين فيهم ركض وفيهم شغل ومش بس هيك مش بس تالتة والأربعة هلا بتسمعوا بتشوفوا أي شغل عندكم جربوا تخلصوا جربوا تنهوا جربوا تمضوا وتضبوا ولكن تأكدوا رجاءا أنه تكونوا ماشيين حسب القانون في عندكم شهر بكاملوا شهر يعني ثلاثين يوم ثلاثين يوم من ابتداء من يوم الثلاثة يوم الثلاثة اتنين عشرين تحسبوا ثلاثين يوم في عنا الأمر الشمس معاكستكم فرجاءا ما تخلوا شيء معاكس حدا يكون عنده حج يسبب لكم وشعة راس اذا التالتة والأربعة يومين طوال 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 لكن حذرين بيطلبوا منكم الحذر وبيشغلوكم بيتعبوكم نفسيا جسديا ويمكن صحيا فانتبهوا عندكم شغلة كتير شغلة وحدة يمكن فطلبوا مساعدة ويمكن قصص صحية فما تتعبوا حالكم كتير عندنا حوالي منتصف الليل الأمر جديد في برش القوس بيبقى الخميس والجمعة الأمر برش القوس مع الشمس والزهرة وعطارد أربع قصص مهمة عم بترفقكم بيت السابع يعني فيه احتمال انه يكون فيه عندنا نوع من ضغوط من قبل آخرين هلأ الحلو انه الزهرة رح بيساعدنا عطارد رح يحملكون أخبار وسرعة في الأحداث لكن عندنا كوكب المريخ ببرشكم فمعقول يسبب شوية مشاكل فبدكم يكونوا جدا حاضرين لأنه أمر جديد يمكن يكون فيه عندكم لقاء كتير مهم أو يمكن يكون فيه عندكم قرار كتير كبير وبداية لحدث أو ظرف أو يمكن لقاء أو تعارف أو ارتباط جديد فترة متوترة بجميع الأحوال السابت والأحد الأمر بيصير ببرش القوس دي بتخف الضغوط عليكم بتخف نوعا ما الأمر راح من برش القوس المعاكس لألكون لكن الشمس بعدها عطارد بعده المريخ بعده ببرشكم لذلك بعد فيه توتر لكن مش هلأدي محروقة أعصابكن بجميع الأحوال ظلكم حذرين وبعده عن المشاكل كوكب المريخ بيحذر موليد 11 ل 14 حزيرة نيونيو الأكثر حظا برغم من هالشي 10 و 11 حزيرة نيونيو بعض التأثيرات المدعمة من زحل بيتمنى الجميع يوم أسبوع سعيد إلى اللقاء باي باي